طيب خلينا نبلش اول اشي بطاقتك يبرج الجوزاء عم شوف حاليا انت عم تركز على عم تركز على كيف تشافي حالك كيف تداوي حالك مركز اكتر عم تهتم بصحتك اكتر عم تهتم بحالك اكتر عم تحب ايضا تطلع في الطبيعة او عم شوفك شخص مش عم يلتزم بالطرق التقليدية لحل الامور او للعمل مع الامور عم شوفك عم تتخذ طرق غير تقليدية لحل الامور ايضا من الناحية المادية عم شوف انه انت مركز اكتر من الناحية المادية في عندك حاليا عم تحس بردى ردى نفسي عم تحس انت بالوضع المادي وايضا بالوضع العاطفي عم تشتغل اكتر وصلت الى مرحلة اللي انت عم تحس فيها بالرضى النفسي عن وضعك المادية ممكن عم تفكر بانك تطور اكتر من الناحية المادية وايضا من الناحية العاطفية ولكن انت حاليا في مرحلة راضي فيها عن نفسك وراضي فيها عن اللي يصير عم شوف فقط من الناحية العاطفية او للبعض منكم من الناحية المادية لانه فيها عندك اوراق مادية كتير طلعت فبين انك مركز اكتر الوضع المادي ولكن للبعض منكم عم شوف انه انت عم تحس انه انت عم تبذل اه من جهود مش عم يعود عليك بالنتيجة اللي انت بدك ياها البعض منكم عم يحس انه عم يحط كتير في العلاقة عم يحط كتير بالشغل عم تعطي من حالك كتير وايضا عم شوف انه انت عم تاخد الامور بعفوية عندك يعني عم تاخد الامور اكتر بعفوية عم تخليها تمشي اه متل ما الله يريد عم شوف ولكن بنفس الوقت عم شوف انه في عندك خط واضح انت عم تبشي عليه لانه عندك ايضا the emperor card the emperor card شخص بيعرف شو هو بيريد فاذا انت بالعلاقة مع حبيبك مع شركة بتعرف انت شو بتريد من العلاقة خلينا نشوف طاقة الشريك او الحبيب اه حاليا الحبيب عم يفكر كيف يداوي نفسه هيلينغ عم شوف متضرر حبيبك حبيبك شريكك متضرر نفسيا عم يحاول يشافي حاله داوي حاله نفسيا في عنده حبيبك في مفترق طريق في عنده شيئين لازم يختار منهم شخصين اه في امامهم شيئين عم يحاول يوفق بينهم وهو حاليا في متناقض نفسيا او غير قادر على اتخاذ القرار حاليا فهو عم يركز اكتر كيف يشافي حاله كيف يداوي حاله عم شوف انه من ناحية نفسية مشوش عم يحس انه عم يحس بخسارة من نوعنا للبعض منكم اللي انت مش عم تحكي مع الحبيب والشريك هو عم يحس بخسارة عم يحس انه خسر اشي عم يحس انه خسرك انه خسر العلاقة اه في عنده اه مشاعر احاسيس بالذنب كتير عميقة الشخص اللي عم تدعامنه عم شوف انه حاليا اه نفسيا كتير متضرر هالشخص كتير تعبان اه عم يحس بي ندم اه ممكن ممكن انت اللي تكون تركت العلاقة او افترقت مع هالشخص و لكنهو التغيرات اللي عم يحس فيها حاليا عم يشوفها مفاجئة ما كان يتوقعها عم يحس بخسارة من خسارة بالحب العاطفة ام يحس انه خسرك خسر التواصل عم يغيد و يزيد بالتفكير بالبعض ام يركز اكتر على الجانب اه السلبي بالعلاقة بالنسبة بتعقدكم المشتركة او ممكن نشوف واحد من الاسباب اللي اللي قدت لو يعني وجود مشاكل بينكم في بينكم غيرة كتير اه في شخص عم يغار كتير على على الشخص الاخر متحكم في شخص متحكم كنترولين بيحب انه الامور تمشي متل ما هو بيريد او بيحب يعني يتحكم بالشخص الاخر او كأنه يمتلك الشخص الاخر لانه عم شوف المشاكل اغلبها يعني عم تنبع بسبب انه هالشخص يحبك كتير او بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم ادت الى وجود اه غيرة عميقة بينكم في شخص بالعلاقة كتير متحكم بيعتبرك في طرف العلاقة بيعتبرك طرف طرف الاخر ملكه فا ايضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك او انت بتغار على هالشخص جسديا كتير لانه ممكن يكون محوط باشخاص عدة وانت او هو مش عاجبه هالشي الشخص مش عاجبه الشخص الامامي طرف الامامي مش عاجبه انه فيه اصدقاء كتير حواليك وهالشي ادى الى وجود حواجز بينكم والسلوب دفاعي والسلوب هجومي بينكم دفاعي وهجومي يعني انت دائما مستعد على اهبة الاستعداد لاي اشي همشوف ايضا واحدة من الاسباب اللي عم تعيق العلاقة بينكم او التواصل بينكم انه انتو كتير مركزين على الماضي اللي صار بالماضي يعني فيه اشخاص لبعض منكم متحزن انه الامور كانت افضل بالماضي افضل مما هي عليه حاليا وبدو الامور ترجع مثل الماضي او تكون مثل الماضي ما فيه عقلية منفتحة ممكن لانه الامور ممكن يعني دائما تتغير الامور فيه شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم المشاعر القديمة اللي بينكم نشوف خطوتك انت بالمستقبل الخطوة القادمة لبرج الجوزع سيلف لاو فانت مركز كتير ورح تركز اكتر على حالك انه عم شوف انه انت ممكن حسيت انك اعطيت كتير لها العلاقة ولها التواصل فانت مركز حاليا اكتر على حالك ايضا عم شوفك عم تحس انه الاشي اللي سويته للبعض منكم اللي اختار قرار معين اويش معين عم شوف انك راضي عنه وعم تحس انك طلعت من الموضوع منتصر مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل خطوتك يعني للمستقبل رح تركز اكتر على الجانب الروحاني لانه انت بتحس انه هاي هي الطريقة الوحيدة او الطريقة الصحة الافضل لحل الامور انه انت تركز على حالك تشتغل على حالك تطور من حالك انه مش مشكل اشي في عندك القدرة على حل المشاكل في بعض الاشي انت لازم تشتغل عليها جوه حالك وهو لازم يشتغل عليها ايضا جوه حاله فعم شوف في المستقبل انت عم تفكر لسه باستقرار بدك اشي مستقر بدك على الناحية العاطفية او من الناحية العاطفية بدك تكون اسره ولكن عم شوف انك بالمستقبل ناضج اكتر لانه عندك بكروتك او بالطاقة الحالية عندك اغلب الكروت اه شخصيات صغار او شخصيات غير ناضجة او غير متشور عقليا ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين queen of wands و queen of sorts فبيبين انه انت من خلال self love من خلال الشفاء الذاتي راح توصل الى مرحلة اللي انت تكون فيها ناضج فكريا يعني حتى بحكمك على الامور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة راح يكون منظورك منطقي اكتر راح يكون منظورك منطقي اكتر لوجيكل اكتر او في حكمة اكتر انه انت مركز على الجانب الروحاني ايضا فاي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور مش راح يكون قرار متهور من نسبة للخطوة القادمة للحبيب او للشريك راح يمر بتغيرات هالشخص وعندك ففي اشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا كارما لازم يحلها او ايضا عندك هون بصراحة الشخص اللي انت عم تتعامل معه اغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص يعني في عنده the devil فهالشخص من جوع بعقل الباطني في عنده عادات لازم يتخلص منها اشياء لازم يتخلص منها دويل في عنده تغيرات لابد من انه تصير ولكن هو عم شوفه بده يحكي لانه تواصل أيضا تواصل سريع فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص عم شوف بخطواته بالمستقل في عنده نية انه هو يحكي معك والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة اكتر يعني رح يحاول يرمم الامور اللي بينكم او يصلح الامور بينكم بانه يكسبك كصديق قبل ما انه يكسبك كحبيب لانه هو بيشوف انه هاي هي الطريقة الامثل لحل الامور ممكن يكون التغير بالسلوب الحكي معه انه رح يحكي معك بطريقة مش كتير او ما فيها كتير غزل او مش كتير مشبعة بالعاطفة ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة اكتر انه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما انه تكون حبيب ايضا ايضا تواصل رح يكون في اشي رح يعترف فيها الشخص في عنده اشي بده يعترف فيها الشخص بده يحكي فيه طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل في حدا في طرف لانه هال هالطاقة بينكم مشتركة ففيه طرف عم يتبنى طاقة أو شخص دائما بيحكي الى الطرف الاخر انه انا مظلوم دائما انت دائما تظلمني انت دائما بيتخذ هالطريق طريق انه يحسس الطرف الاخر بالدمب ايضا ايضا عم شوف اغلب الكروت اللي طلعت عندكم يعني اوراق جميعها مادية هون او ارضية فالطاقة بينكم طاقة الارضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة فالتحرك بينكم رح يكون بطيء ايضا رح يكون فيه تحفظ كتير من الطرفين بإظهار المشاعر بينكم رح توصلوا الى مرحلة تحسوا فيها انه فعلا انت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود ولكن هم شوف فيه طرف منكم رح يرسم حدود رح يقرر انه يحط حدود فيها العلاقة لتجنب انه الامور ما تطلع خارج انطاق السيطرة يعني انتوا فهمتوا ام شوف الطاقة المشتركة في المستقبل اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون فيه حدود ومساحة خاصة بكل طرف لابد انه يكون فيه مساحة للك مساحتك انت الخاصة ومساحة له مساحته هو الخاصة فعم شوف بالمستقبل فيه تحفظ رح يكون حدود ايجابية يعني هي حدود مش سلمية فيه رح يكون بينكم حدود بمعنى انه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الاخر ايضا عمشوف فيه شراكة بالشول التواصل بينكم رح يكون افضل فيه عندكم رح يكون مواضيع اكتر تحكو فيها التواصل رح يكون صريح اكتر مش رح يكون فيه مشاكل اكتر يعني وستحكو مع بعض فيه نوع من النضج لحل المشاكل حتى لو فيه مشاكل رح يعني تتناقشوا توصلوا الى تفاهم مشترك بينكم شغل مشترك بينكم ثلاثة فيه شراكة بالشغل انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك هاي بتعتبر شراكة في المجهود لانه انت عم تحاول تحسن منها العلاقة وهو عم يحاول يحسن منها العلاقة الحلو صراحة بخضوات المستقبل الطاقة طاقة المستقبل جميعها الحلو فيها انه عم شوف فيه نضج كتير كتير بينكم بيبات من بطاقتك انت برج الجوزاء عم شوف انه فيه نضج وكبر بحل الامور فبتوقع انتوا بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة او حاليا ممكن انت اريدي عم تفكر بهالاشي جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل يعني اي قرار رح تتخدوه رح تفكر انه للمستقبل عم شوف انه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض مجرد ما انه انت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله هاي هي طريقة اللي لحتى تصلحوا العلاقة فيها تكون افضل اوكي حبابي بلش